ليش ضايجين من ضرغام المادد؟ باليان ضرغام ما عدريش يريد يريد إصلاح مثل ما أنتم تردون إصلاح أي زين غير ينتظر يعني نشتغل غير ينطينا فرصة مثلا يعني هو يعتقد أكو أشخاص أنتم بسبب دخولكم الجلسة ومقاطعتكم داد قوهم لا والله شوف يعني أنا ضد هاي الأشياء الشخصية بصراحة يعني وما أريد أحتي عن ضرغام هو أخو وأحترم يعني أنا من صار الحادث هو لا يعني لي مثلا أنا كجمهور وشي يعني مو يمي الموضوع بس من أروح أحترم يعني أروح ورحت البيتة لأن أحترمه وأحترم إرادته وأحترم أنه توجهاته وإلا أنا ما محتاج قبل أني أروح أرشح في حلة مثلا شلي علاقة بأهل حلة بس أنه أنا مبدئيا مبدئيا مع كل مظلوم يعني أكون أساندة أساعدة أقول ويا أوقف ويا زين أنا رحت لا يعني شطالبة من أعتهم وما محتاجتهم بالعكس هم المفروض لا لا طلع أحش على الجيل الجديد وحش علينا وعتبرنا خونا ومادري شنو هو مو من حق يحش عليها أنا جمهوري تماما مختلف أنا جمهوري ما عنده مشكلة أروح أتفق مع سيد مقتدى صدر ولا عنده مشكلة أروح أتفق مع سيد نور المالكي ولا عنده مشكلة أروح مع سيد عمار الحكيم جمهوري ما عنده مشكلة مع ذولا لأن هذولا ما عندهم احتكاك بالشارع الكردي هما مشكلتهم الأساسية مع الديمقراطي والاتحاك يقول لك لا تروح لهذولا فيعني مو هذا يعني جمهوري مو دكتور على طلاع وكان يدعو إلى أقامة دعوة قضائية بس هو ده يعني لا ليش تنتقدين الحزبيين لما نقاضون صحفيين في كردستان لسه يعني مثلا هو ده يقول أنه استلموا فلوس غير يبرهن شلون استلمنا فلوس من هنا استلمنا فلوس يعني طول حيات احنا ماحتاجين فلوس الضولة فاتكم هوي الحمد ما نحتاجين دعني الفلوس ولا ان شاء الله أبدا ما نحتاجهم دولة الأحزاب الفساد